موسيقى منحوط مثل على الشمس اليوم افضر من قبل دحكي يا درمك مثلها عم بحلمك يا حلم يا لبدا منحوطا مثلها للشمس غاب من كان مرجوحة للشعر ابو يارة التي كانت جديلها شؤر ذلك الذي ارخى شالا على كتف رندلة حاك المجدلية وسكن في عواصم عربية بالحرف المذهب شقع على لبنانه اكوام قصائد حارب للعامية رشق القدس بسيف فليشهر واحب دمشق هواها الارقة احب جوار بلاده لبنان اليوم بلا رأس بلا عقل منزوع الرؤوس المدبرة في الفن والسياسة ولانهم كبار في الحياة هم ايضا هامات في الموت يقررون السير معا بعد انقضاء المهمة وصوتا بشعر ابت صباح قبل تشيعها الا ان تمشي مع رفاق من الصفوف الاولى فكان انوافاها سعيد عقل الى الموت هازما القرن بسنتين ومكتبة حبر ترك لبنان صخرة معلقة عليها يقام جدل لا يؤسس لحوار فيما يهددنا الارهاب باسقاط الصخرة على الرأس وهي حال مجموعة تضغط على رقاب الناس وتفاوضنا بعد الساعات وتعلن العزم على الاعدام وتطويقا لتهديد النصرة تحرك جهاز الامن العام وتواصل مع الجانب القطري الذي ابلغ اللواء عباس ابراهيم عزمه على التوجه مجددا الى لبنان في الساعات المقبلة في حين تستمر اتصالات المدرية لوقف تنفيذ تهديد النصرة بحق احد العسكريين وهي مهمة كلف نفسه بها ايضا مصطفى الحجير ابو طائي الذي توجه الى جرد عرسال واخر الانباء تشير الى ان الخاطفين كانوا يستخدمون اوراق القوة والضغط لتحريك الشارع وهم تراجعوا عن التهديد ولم يعرف دواءهم سوى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي رفض الضغط واستخدام اوجاع الناس وامسك المشنوق بالشارع مانعا العبث به لكن هذا الموقف استفز النائب وليد جنبلاط الذي تحرك تويتريا لنقدم عليه وحرك معه الجهاز الغذائي وائل ابو فعور وبالامن تدوم النعم اذ اتضح ان السنوات الثلاث التي قضاها الرئيس سعد الحريري في المهجر لم تكن امنية بل مادية معلنا عودته قريبا جدا الى لبنان على ان تعيينه وليا على هبة المليار تمنعه حاليا من التحرك خارج المملكة فهو قال انه يتابع كيفية صرف الهبة لكن من دون رقيب باستثناء تفويد خالد عبد العزيز التويجري القيام بمهمات الرقابة ومجالس التفتيش المركزية والخدمة المدنية اللبنانية الحريري تتكدس فوقه مهمات صعاب فهو الخزينة وهو الاشراف على الصرف وهو ديوان المحاسبة والتسعير وتوزيع العمولات اما الجيش والمؤسسات الامنية فقد خفف عنها عبء التكليف وسيقتصر دورها على تسلم البضائع العسكرية وكفى المؤسسات الامنية شر الحساب اشتركوا في القناة